لكن في حاجة تانية عملتها الخطيئة فينا ايه هي ان الخطيئة تعدي او ذنب والذنب يخلي الله غير راضي انت ازنبت في حقي فجاءت جاء دم المسيح مش بس تغطية ترضية ليه لما سفك دمه وانا قبلته بالايمان كانت النتيجة ان ذنب تشال فلما ذنب تشال اصبح الله مش هفضل في كل صلاة اللهم ارضى علي اللهم ارضى علي يقول لي مدام قبلت ابني واحتمت في دمه انا راضي خلاص وجميلة الاية اللي بتقول الرب راض عن شعبه شعبه اللي احتموا فيه عمل المسيح الاية ساس راضي نم حلوين لا بوليس يقول في روميا خمسة از قد تبررنا بالايمان لنا صار لنا از قد تبررنا الايمان بربنا يسوع المسيح صار لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة نعم كلمة نعمة يعني احنا مش غيفين من الله الله أبونا الله راضي علينا ألخص كفارة تغطية وترضية وكان الرب غضبان في موضوع نوح والطفان لكن لما قدم المحرقات يعني تنسم رائحة الرضي يعني كأنه خلاص أشبع قلب الله يعني كأنه زال الغضب من الله والنتيجة أنه لا يعود يهلك الأرض بالطفان في الموى يعني نعم